النبي محمد في يوم تنصيب الإمام علي جود إيده ورفعها قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فهذا علي مولاه اللهم ولي وعادي وانصر واخذل وادر الحق معه حيثما دار بارك الله فيكم عطم كامل هدايا استهلوا كامل هدايا علي 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 واسمك ياسين 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 واش حسين ياسين حسين علي أحمر مطار مطار من بيت مطار انزين ياسين مطار في يوم عيد الغدير انزينه احنا نحتفل بمناسبة في هالمناسبة النبي محمد اختار قائد للأمة الإسلامية بعده منزين من هو هالقائد يعني جن نبي من هو إمام العلي الإمام العلي علي علي السلام الإجابة صحة صحة الإجابة يستاهل هرية عطه جائزة جائزة هورية السلام عليكم عليكم السلام وش أخبارك زين وش اسمك الياس علي إبراهيم ربيع الياس علي إبراهيم ربيع فيصف الرابع الرابع رابع فاني فاهم الراسل المندر متأكد اه انزين بس ألك سؤال احنا اليوم نحتفل بأي مناسبة عيد الغدير عيد الغدير انزين عيد الغدير النبي محمد قال ان الامام علي منزين هو القائد راح جود ايده ورفعها قال من كنت مولاه فهذا فهذا علي المولاه علي المولاه بارك الله فيك تساهده اللهم والي من ولاه وعادي من عادات تساهل هدية السلام عليكم عليكم السلام واش اسمك علي علي واش حسين اهلاء علي حسين اهلاء ولد حسين اهلاء الليلة احنا نحتفل بعيد الغدير الغدير شيف احرار علموك في المسجلة اه تروح المسجل انت بمنازلة راحتك المسجل وتتعلم في المسجل هدية شيف هدية واش اسمك محمد ياسر محمد واش؟ ياسر من اي عائلة عائلة مدان عائلة مدان حلاوين بيت مدان انزين اس ايك سؤال عطيك هدية اكيد انزين واذق من نفسك يعني انزين من اس ايك سؤال اول واحد من الامة الاثنى عشر انزين اللي نحتفل اليوم بعيد تنصيبه علينا امام انزين من هو هالامام؟ اكيد 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 امام الحسين امام الحسين امام العلي اكيد متأكد يعني واش تقولون صاح اكيد صاح صاح ياسر الهدية الاجابة صاح مطري سلوالك سلام سلوام سلم سلم اول سأولي يا حبة يا الله واش حلاوة طع الكاميرا وش سمك؟ يوسف يوسف حسين مطار انزين يوسف حسين مطار عدنا احنا سنعشر امام انزين الامام اللي احنا اليوم نحتفل انه صار رئيس علينا قائد علينا انزين منو هالامام هالهو الامام الباقر لو الامام الحسن لو الامام علي امام علي اكيد اجابة صاح اطهرية اطهرية فهذا علي مولاه يعني واش؟ يعني بعد النبي محمد الرئيس يكون منه؟ الامام علي شايفة الامام علي اكيد؟ متأكد انت من اجابة؟ متأكد اكيد يعني؟ اكيد يستاهل هدية انت بارك بالليلة باكم هنا ابو حميد الليلة نحتفل احنا الامام علي صار رئيس انزين؟ متبارك انت اشتغلت في المضيفة؟ اشتغلت في المضيفة قواك الله تستاهل هدية انت واجد تشتغل تسألي يحبه تعجبني تعال تعال هدية تعال تعال يا الله انت باركين بالليلة؟ ان شاء الله ما شاء الله احب الامام علي وحب اولادي هدولين يا الله منشي لي تفزع بيزات عليك؟ عشان يستانسونا؟ قواك الله ان شاء الله يعودنا وياكم اهالي نويدرات خصوصا و المسلمين عموما بهذا اليوم المبارك يعوده الله على المسلمين بالخيرات واليوم للمسرات ان شاء الله ويعودكم ان شاء الله ان شاء الله هادي عيدية عيدية بناسبة عيد الغدير يعطيك العافية مروا على منطقة انزين في ديك المنطقة انزين اوكي النبي محمد اعلن ان ترى ها جماعة تنصيب الامام علي قائدكم بعدي هو الامام علي انزين واش اسمها المنطقة؟ بن عامك هل هي؟ هل هي؟ هل هي؟ المدينة؟ لا انزين هل هي؟ انت تسرى انا جاوة انا جاوة انا وقليك هل هي؟ غدير خوم؟ غدير خوم اه تعرفوا الله الله اسلامك ان شاء الله انزين المكرفون انزين يالله على طهرية و متبارك بالليلة يعودكم ان شاء الله جميعا يا الله ان شاء الله جميعا الامام علي امام علي امام علي عنده ولدين ولدين من هم دلين؟ امام ابن عوجان صح شايف عرفت امام الحسين اكيد انت ذكي كفك تعجبني جيب له هدية بارك بالليلة حافظ شورة قوى الله احد الله صمت ولم يولد قلقف من احد بارك الله بيك بارك الله بيك بارك الله بيك بارك الله بيك ايه اعطوها رية اعطاها رية من هني هو اللي بيعطي كياه امام رابع الكاميرا نسأل ويرك سؤال ويعرفين عطين جائزة اكيد موافقة 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 قلق علمك الجواب جوتي قال لك انزين انزين احنا ما نحتفل انزين مناسبة انزين مناسبة ان في واحد من ال ائمة صار هو القائد بعد النبي محمد من هو الشخص امام علي من هو اكيد اكيد مئة بالمئة الاجابة 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 صاح استاذ هدية اعطاها هدية يا الله في اي منطقة النبي محمد نصف الامام علي رئيس في خم الغدير في خم الغدير خم الغدير نعم تستاهل جائزة نعطي جائزة كبل لجف سيارة جائزة سريعة بهادي الجيز كامل الجيز كامل بيسلمك يا رئيس الشيخ خلف الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم تستاهل الامام علي اللي اليوم نحتفل انه صار اليوم رئيس علينا وصار قاد علينا صار اليوم محمد عنده ولدين الامام علي واش اسمهم الحسن والحسن واش اسمهم الحسن واشسمهم الحسن الحسن والحسن ومنه الحسن بارك الله فيكم جيب ليم هدايا فيلاو في هدايا السلام عليكم واش اسم الحلو احمد حسن حمود سلام بطعيس بطعيس لعبة حليوة يالله شاطر ولدي يقولون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعدي واش يقولون باسمي الله 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 اقول تعرف تعجبني جيب لي هرية جيب لي هرية طالع الكاميرا رو هرية الكاميرا رفعها قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خدله وادر الحق معه حيثما دار وبارك لكم عيد الغدير الاغر وكل عام وانتم بألف خير الله يبارك فيك استادي وهادي عيدية بها المناسبة يعودنا ان شاء الله جميعا استادي خلي بطالع الاسئلة اي سؤال صعب اشوف الاسئلة الصعبة لنا انتزخين السلام عليكم عليكم السلام واش اسموك؟ محمد عادل محمد عادل انت تروح مسجد الشيخ خلف صح؟ صح يوم الجمعة الجاي عندكم برشة مالة المجل صحف؟ صح بيجي؟ بيجيبونك البرشة؟ محمد عادل محمد عادل أبو عادل سؤال وإذا عرفته جائزة كاش لدينا أربعة أعياد أربعة أعياد عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الفطر وعيد الجمعة ويوم الجمعة يعتبر أربعة عيد وآخر عيد هو عيد عيد الغدير حسن تستاهل جائزة هاي خالف نفقت حاضرين الكلمة نسأل الله أن يجعل حالنا في أحسن حال يا الله وأشكر المنظمين خصوصا ما الأهلي قررت أنه يدرات على هذا التنظيم العظيم ما ليه مثل ما نقول في جميع القرآن كل سنة نجي هنين ويدراتوا نشوف في الوضع وش راية كل الأهنين وش رون توصف الأجواء الأجواء حليو فيها أفرح ماشاء الله والجهال هم بعد مفرحة داخلها ما شاء الله الله يعورك إن شاء الله فيها عيدية به المناسبة الله يعورك إن شاء الله جميعا سلام عليكم وعليكم السلام متبارك بالليلة وينا ويامكم إن شاء الله عيدكم بارك ويامكم سعيدة إن شاء الله ما شاء الله عليك لسانك حليو إن زين إمام علي هكو غششك الإجابة الإمام علي إن زين إحنا عدنا كم من إمام إفنعش إفنعش ما شاء الله لك قلت إنتاك وعاد عرف الأسئلة إن زين إفنعشر إمام الإمام اللي اليوم نحتفل بتنصيبة من هو؟ إمام علي إذا قلنا إحنا إن زين في كل فترة لازم في شخص إن زين يقود الناس إلى الهداية إن زين وهو واحد من أولاد الإمام علي حفيدة إن زين إحنا في هالليلة إن بارك له وبمناسبة عيد الغدير من هو هالشخص؟ إمام المهدي الإمام المهدي بارك الله فيك تستغل هدية ها بارك الله فيك بارك الله فيك وشو؟ مشكور بارك الله فيك متباركين في هالليلة في العام تمو خير إن شاء الله إن شاء الله الله يعود علينا بحال أبطل من هالحال من أين أخوان؟ من أين الزراسح؟ عجيم المتغين إن زين أنت زين هل دم حدد؟ تستاهلونا هاي عيدية لبbait المناسبة في أي يوم النبي محمد نصب الإمام علي نحن نقول في يوم عيد الغدير هو في تاريخ هجري أحد أيام شهر للحجة عدل يوم رجعه من وينه يوم راجعه من حجة الوداع أي يوم هاليوم أعطي خياراته إذا قلنا الناس يعيدون متى؟ عشر ذو الحجة يعني مسافة الطريق كم من يوم وبعدين نصب الإمام علي 15 بالحجة يعني هل هو 18 لو 27 لو 30 30 27 18 18 يعني نقال لكم أولاد بيت أستاذ تامي واش حلاوة تام يستهل أجيب أول شي متبارك بالليلة الله يعولك إن شاء الله عيدكم بارك يومك سعيدة عايدين فعيدين في أحسن حال إن شاء الله الله يثبتنا على البلاية تميركم مني يا الله يا الله يا الله أخيتك وسيتك في الله يا الله إنزيل أسألك سؤال بسيط كل شو علي جائزة بسرعة شريع ما بيجائزة بسأل إن شاء الله بلعب عيد إن شاء الله عرف عيد عيد الغدير تعرف إنزيل إنزيل في عيد الغدير إنزيل نزلت الآية اليوم أكمرت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم أكون عرفتكم ماذا عرفتكم ماذا عرفتكم مجيبا إسلام عليهم الله يعودك سلامك حبيبي مشكورين حاضرين كان في عريف يهاجل ويانا ويسأل الناس ف اللي يخدمون الناس إنزيل يستاهلون هدية أنت اليوم تستاهل هدية ويسمك جاسم ويش علي علي جاسم معراج جاسم معراج تعجبني جاسم معراج تستاهل هدية جيب لي هدية يستاهل يا الله تستاهل هدية جاسم معراج الله يبارك قل لي الله يبارك فيك الله يبارك فيك يلا المسلمين عندهم كمعين خمس أربعة أربعة أعياد إنزيل كمعين أربعة أربعة أعياد أو شوش اسمكم حسن حسن ويش حسن جمعة جمعة الجفيري الجفيري والجمعة الجفيري وأنت عمار محمد حسن عمار محمد حسن والد أستاذ محمد حسن إنزيل أربعة أعياد ويشو هي هذه الأربعة أعياد عيد الفطار عيد الفطار هي واحد عيد الأضحى عيد الأضحى هذا اثنين عيد الغدير عيد الغدير لو نحتفل بلليلة وزلازة باقي واحد عيد الجمعة خطار صح طيام الجمعة يعتبر بعد عيد تستاهل من هدية بارك الله فيكم علاوي نعم أنت ترسل في جنس الشيخ خرف صحة نعم من زين وكلت حضور صحة صح وما تغيب ولا يوم صح وتتعلم هناك أشياء واجهة زينة لا لي واش تتعلم هناك تعلم أعلم هذا عن فوائد الصلاة الصلاة وفوائدها وبعد فوائدها والأشياء الدينية والأشياء الدينية علموك الوضوء بعده اي وعلموك بعد أنه عدنا فنعشر إمام اي أول واحد منها لأمه ومنه الإمام الإمام الحسن الإمام علي الإمام علي نفس اسمك صحة تعجبني شاطر ولا تقول له الأوارم اللي ما يروحوا من المسجد واش تقول له هام أنصحة من ناجتون ومن المسجد يتعلمون لأنه بيستفيدون صحة إن شاء الله يعني ومن بعد الله يجمعكم إن شاء الله ويصير إن شاء الله عيد أحسن الأعياد إن شاء الله يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله ويجعله عام أحسن من بقية الأعوام يا الله يا كريم إن شاء الله وإلا الله يفك الأسرة إن شاء الله ويرجعون يعيدوا مياننا في قادم الأعياد إن شاء الله في أسرة عواق إن شاء الله يا رب العالمين